من فوائده أن ما يكون بين أهل الكفر وأهل الإسلام من مصالحة أو نحو ذلك لا يذهب ما في القلوب من بغض من يبغضه الله ورسوله فإن المصالحة تقتضي المهادنة وكف الأذى وما تقتضي المصالحة من تحقيق المصالح لكن المولاة القلبية والمحبة وما إلى ذلك لا تتغير لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله هذا من فوائد هذا الحديث